موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك عزيزي الطالب بالتأكيد لكل منا هواية يحب أن يمارسها ويبدع فيها فأنا هواية القراءة وأنت عزيزي الطالب ما هوايتك المفضلة رائع الرسم تعالوا معي ننظر إلى الصور التالية لنستنتج أين يمكن أن نمارس هواية رسمي لاحظ الصور ولاحظ الأطفال أين يمارسون هواية الرسم؟ إذن يمارسون هواية الرسم في النادي الصيفي وفي المرسن؟ وفي المدرسة؟ وأين أيضا؟ والآن تعالوا معي لنتعرف على قصة صالح وماذا حصل معه في النادي الصيفي مراعين الوقف والوصل ونلاحظ الأسهم الموجودة فوق الكلمات يقول صالح أحب الرسم والتلوين وقد اشتركت في النادي الصيفي في منطقتنا لأتعلم المزيد من مهارات الرس كانت أوقات ممتعة ومفيدة واستطعت أن أحرز المركز الأول في مسابقة الرسم بعد أن شاركت بلوحة جميلة رسمت فيها علم الكويت وأبراج الكويت العالية والآن اقرأ معي بشكل صحيح بدون مساعدة الأسهم لمواطن الوقف والوصل يقول صالح أحب الرسم والتلوين وقد اشتركت في النادي الصيفي في منطقتنا لأتعلم المزيد من مهارات الرس كانت أوقات ممتعة ومفيدة واستطعت أن أحرز المركز الأول في مسابقة الرسم بعد أن شاركت بلوحة جميلة رسمت فيها علم الكويت وأبراج الكويت العالية وبعد أن قرأنا الدرس تعال عزيزي لنتعلم بعض معاني الكلمات التي وردت في الدرس جاء في الدرس الجملة التالية استطعت أن أحرز المركز الأول فما معنى كلمة أحرز؟ معنى كلمة أحرز أنال وأحصل والآن هيا لنوظف كلمة أحرز في جملة مفيدة لاحظ الصورة لاحظ الصورة ماذا أحرز الولد؟ أحمد أحرز المركز الأول في مسابقة القراءة وما جمع كلمة لوحة؟ جمع كلمة لوحة لوحات والآن تعالوا معي لنجيب عن الأسئلة التالية بعد أن فهمنا الدرس هيا لنكمل الفراغ يمارس صالح هواية الرسم في فراغ أين يمارس صالح هواية الرسم؟ في النادي الصيفي أحسنت حسناً صفلي النادي الصيفي كيف يكون؟ إذن هو مكان يجتمع فيه الصغار في العطلة الصيفية وفيه أنشطة متنوعة كارس والحاسب الآلي والرياضة فيمارس كل تلميذ هوايته والآن تعال لتجيب عن هذا السؤال ماذا رسم صالح؟ رسم صالح علم الكويت وأبراج الكويت العالية فإنه فنان والآن لدينا هذه المعلومة الخاطئة دعونا نصحف هذه العبارة اشترك صالح في النادي ليتعلم المزيد من مهارات الرياضة الرياضة خاطئة هل تعلم صالح مهارة الرياضة في النادي الصيفي؟ بالطبع لا إذا ماذا تعلم؟ اشترك صالح في النادي ليتعلم المزيد من مهارات الرس والآن حان دورك عزيزي أن تتحدث عن هواية تحب أن تمارسها في أوقات فراغك ماذا تحب؟ هيا لنستمع لفاطمة ونتعرف على هوايتها المفضلة أنا فاطمة أحب صنع الكعك وأصنع أشكالاً وأنواعاً كثيرة والآن سوف نستمع لسعد أنا سعد أحب لعب كرة القدم وشاركت في بطولات عديدة مع فريقي في النادي والآن أيها الطالب الذكي تعال لنقرأ الفقرة التالية ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها أنا راشد أحب ركوب الدراجات في الساحة عندي دراجة صغيرة أسابق بها أولاد الجيران والآن تعال لنحدد مستوى صحة القراءة للجملة التالية لاحظ مع الجملة أحب ركوب الدراجات في الساحة سوف أقرأ الجملة بأكثر من قراءة ولاحظ معي أحب ركوب الدراجات في الساحة إذا قرأتها بهذه الطريقة فأنت قد حصلت على التقدير الجيد لأنك هنا لم تراعي الوصلة في الساحة في الساحة والآن سوف نقرأ هذه القراءة أحب ركوب الدراجات في الساحة وإذا قرأتها بهذه الطريقة فأنت سوف تحصل على التقدير الضعيف لماذا؟ لأنك لم تراعي الوقف والوصلة وأيضا لم تقف عند اللام الشمسية مثال ركوب الدراجات في الساحة وهكذا عزيزي يجب عليك أن تراعي الوقف والوصلة في قراءة الجمل والآن تعال لنجيب عن هذا السؤال ماذا يفعل راشد في أوقات فراغه؟ تذكر معي كان يمارس هوايته في ركوب الدراجات والآن هيا لنعرف ما جمع كلمة ساحة لدي ساحة واحدة عندما أجمحها تصبح ساحات وما ضد دراجة صغيرة أريد أن أستخرج ضد الصغيرة ضد صغيرة كبيرة إذن ضد دراجة صغيرة دراجة كبيرة هيا لنختار الإجابة المناسبة يتسابق راشد بدراجته مع من؟ هل مع أولاد الجيران أم مع زملائه في المدرسة؟ كان يتسابق مع أولاد الجيران هيا لنقدم نصيحة لراشد أثناء قيادته للدراجة فماذا نقول له؟ نقول لراشد لا تسرع أثناء ركوب الدراجة وبهذا أعزائي شكرا لحسن استماعكم وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة